مصر اصد على صباحاكم اينما كنتم. احنا نارضة معنا قصة جاملة جدا. الدكتور شعبان من زوجته الخاصة كفيف. زوجته الاستاذة الربيع ناجي كفحت معي. حط حصر على الماجستير والدكتوران. نارضة تعرف منهم على قصتهم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. عرفنا بحضرتك يا دكتور. مع حضرتك دكتور شعبان عبدالهادي. من قريب بني موسم حفزة المينيان. احكي لي قصتك. بدأت ازاي. يعني انت تولدت كفيف ولا? لا. لا انا فقدت البصر من سن اه حداشر سنة كده. يعني فانسة ابتدائي. وبعد كده سبحان الله يعني بدأت في حفظ القرآن والتحقب الازهر. اه بدأت اعدادي ازهر بعد كده سنوي تتحقب الجامعة في اصيبت. وانتهيت من دراس الجامعة وبعد كده اشتغلت وقدرت الاقاب. وبعد كده فكرت في الاقتران اه بزوجة وصالحة. اه تكمل بعد كده ان شاء الله معايا الدراسات العليا اللي انا كنت دايما بتمنها وبرجوها من ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله بعد كده سنة كده ربنا دلين على زوجة صالحة. الزوج كان زي ما بيقوله كده زوج صالو نبط يعني عيلة بتتعرف على عيلة. ما فيش اه اي علاقات قبل الزواج ولا اي شيء. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى مدلين على الزوجة. اه وتزوجنا من حوالي عشر سنين. وبعد كده اتكلمت معاه في قصة انها نفسي ان انا اضطح بالدراسات الولية واكمل دراساتي. الحمد لله انا خاتم القرآن ومعاي اجازات في القرآن وكل شيء. بس طبعا الواحد بيتمنى ان هو يستزيد. لان زي ما بيقول المسل كده اثنان لا يشبع طالب علم وطالب مال. فلا كنت بيتمنى دايما ان انا اكون حياتي كلها وبرجو من ربنا سبحانه وتعالى ان حياتي كلها تكون العلم. دايما الى ان القى الله سبحانه وتعالى. فطبعا ربنا يسر وافقتها وتحملت معايا كتير كتير منها. طبعا القراءة والمذاكرة والسفر والتنقل والمشاوير وتخلص الاوراق والاداريات والحمد لله رب نجزايا خير وبراك فيها. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك قاربتي لانا واحد يا زاميلي وهو. بعد كبه رحنا بترتب بمكتبة زي كده اهلا بيك لالتجا كله الصورة دي. اهلا بيكا الصورة دي تصدقي ان هو اطراوك ثم تتكلم مهي لتاعي والله. المجتمة لما وانه هو اهل وشلاحكي تقدمو لي وبعد كده سابونا شوية كده فكرنا وردنا عليهم ان خلاص الحمد الله والحمد الله ربنا اداني واحد طوال صلى الله وفق السلام ربنا ونتدين الحمد الله احكي لي بقى قصة كفاحك معي يعني انتو اول ما جاوزته كان هو واخد لصنصة تقريبا وقتا لما ارض عليك فكرة انا عاوز حضر ماجستير ودكتوراه هو عرض عليك الاول انت اللي فكرت معي لا والله هو العرض علي ان هو يكمل ويقول له انا معايز برده من المت وزن في حاجة انا معايز يتكمل براحة برده ثم انا معاك خلاص كل حاجة سهلة ان شاء الله احكي لي بقى كنت بتذكروا ازاي بتستعدوا ازاي دي برده قصة حلوة جميلة جدا والناس كنت احبت اتعرفها اذا كنت بتستعدوا للرسالة وطبعا دي حاجة صعبة مش حاجة سهلة احكي لي انا قدت مع ذكرها ان انا اجيب الكتب برد مكتبات مني والتلفون 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 والله يعني كان هي قامت بدور اكبر في التنقل والمشاوير وتخلص الاوراق لان دي كنا ممكن نقعد ايام وفي فترة الدبلومة كنا بروح نحضر محاضرات ممكن من الصبح ونيجي بعد العشرة فشوف بقى احنا لاجيين مثلا مواصلات ومن المينيا ورحين لقرية وهي معايا مثلا معايا واحدة ست فكانت بتتعب جدا معايا وكانت تحمل كتير وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها والزاخر ربنا كلل جهود هدية وتعبها بالنجاح ودايما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا وبيكلدونا بالنجاح لان هو عارف ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان احنا نيتنا خير ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ان احنا نكون سبب في نفع اهلنا وبلدنا ووطننا وندين للناس على الخير وده الحمد لله اللي انا ماشي به وهي ماشي به بنفس المنهب ونفس اللي انا ماشي به هي ماشي به برضو كذلك نحنا دايما بنحاول نحنا ننشر الاصلاح بنحاول دايما ندل على خير بنحاول دايما نوفق بنحاول دايما نجمع ولا نفرق نبني ولا نهدل نصلح ولا نفسد كل الصفات دي الحمد لله العلمة علمنا كده وعرفنا كده ونور بصيرتنا بكده وهي الحمد لله بتحاول معايا وربنا يبرك فيها يا رب لما كان بيحصل على الماجستير او الدكتوراه كنت بتحس بها صارحة طبعا بفرحانان ومدورة بيه والحمد لله انا رب اني اوافق بلاي ان شاء الله حسيت ان كفاحك وتعب كله ده اتعود اللي هو بيحاجة جنتين انت عاوزينها انا احكي لها عن الشعور واللوقات دي انا الواحد كان فرحانا والله والحمد لله يا دكتور اعملت سابعت ماجستير ودكتور احكي لها اعملتهم فيهم بالضبط طبعا الدراسات الولية كلها يعني انا كنت في الازهر من بداية التعليم الاساس لحد نهاية الجماعة بعد كده استكملت الدراسات الولية بجمة المانيا يعني حوالي ما يقرب من عشر سنين دراسات علية بجمة المانيا تمهيد وماجستير ودكتوراة طبعا الماجستير كانت في تفسير الامام الشعر sonra ودكتوراة كانت في تفسير الامام المراضي الماجستير كانت بعنوان مقاومات شخصية المسلمة عند الامام الشعر والدكتوراة خدت طبعا في المجلسير سنتين كمان يعني في الدكتوراه كان موضوع الاستدلالات العقائدية والفقهية عند المراغي الجمعا والدراسة خدت حوالي ما يقرب من ثلاث سنين كان سنتين انتهاء من الرسالة وسنة مراجعات وتأكدات على بعض المعلومات وتوسيقها والأشياء اللي زي كده الحمد لله يعني كان قارم من ربنا سبحانه وتعالى كل ما الانسان بيزداد علم كل ما بيزداد حب للناس كل ما بيزداد مودة كل ما بيزداد يعني تواضع كل ما بيزداد مثلا ألفة احترام وتقدير للناس كل ما بيحس ان هو لسه متعلمش يعني كل ما بيزداد علم كل ما بيحس ان هو مش عارف اي حاجة لان طبعا هو يعتبر قطرة من بحر شوف الزيت. طبعا بنصح كل الشباب وكل السادة المشاهدين اللي تشاهدونا. ان احنا دايما نفتم بالعلم. ربي اولادنا على محبة العلم. لان البلاد ووطننا الحبيب. مش هتقدم غير بالعلم وغير بالعلمات. بعيد عن الدراسة. انت بتقول لي انا بحب الرياضة. بحب الزمالك وتفعي على الكورة. هل برضو المدام لا توجهات رياضة اكيد بتقول تشعر لك الموتش. صح؟ بيصد. لا تشرح. هي ممكن يعني اللبسات يعني مثلا تبين لي مثلا فرحة الزمالك. فرحة ازايك. على فكرة انا عزة وصل معلومة كل السادة المشاهدين. ان انا على فكرة انا بحب الزمالك اولا. وبحب الاهلي والاسماعيلي والمصري. الاندية الجمهورية. اه الاندية الجمهورية. وعلى فكرة انا بناشد الدولة. وبناشد موزين الشاباب والرياضة. ان احنا دايما نهتم بالاندية الشعبية دي. الاندية الشعبية. هي متعتف كده. ان انا معانا مسلا استاذ كيلنتون اهلاوي. فبضحك انا وهو. مش عصبية رياضة. اصلاك. ان احنا بنضحك مع بعضنا. ان احنا بنهزر مع بعضنا. ازعل جدا لما لاقي الاهلي مش كويس. لان الاهلي لو كويس. والزمال يخد منه بطولة بتبقى متعة. هي البطولة دي الحقيقية. كذلك الزمالك لو كويس. والاهلي خد منه بطولة يعني هي هو ده الجمال. يعني لكن احنا بنتمنى الزمالك يغلب على طول ان شاء الله. بتحكيه بتفسفين ازاي الشعور مسلا عن فوز الزمالك ببطولة او ايا كان. يعني مش بتهب الكورة. بس هي بتفرح. هي بتفرح مسلا اه بتفرح لما بسلا ايه تلاقيين ان انا فرحاني من الزمالك بلي. ايب انت زمالكويس ايه. ايه هي تساعد وانت معاها. اه ازاي كده. وهي كمان مسلا ممكن توصفني اصلا عن شعار الجامعية. مسلا في الاستاذ. لان طبعا فيه معلقات يبواسلون كويس بيوصلوها بكل المعلومات والحاجات اللي ازاي كده. بس طبعا بتكون ايه يعني انا اخضي كورة مسلا ورياضة من باب الترفيه. الترفيه. اه ان انا مسلا ببدأ يوم من الصبح لحد بالليل. في قراءات في دراسيات في مسلا مساء العلمية. ناس بتجي تسألني. ناس بتقابلني بتطرسل بي. اسئلة عطف العلم. فانت مسلا بتلاقي الفرصة دي مسلا انت طالب نصف ساعة كده. فبتشوف مسلا الدنيا اخبار الزمالك ايه. اخبار الكورة ايه. اخبار مسلا مصر ايه. بس كده من باب الترفيه. اه ترفيه. مسلا انت ايه بتلاقي وقت كده بتضحك مع الزمالك مسلا واحبائك. زي حضرتكم كده ان احنا بنضحك مع بعضينا برضو. الوقت بحيس ان احنا ايه نود يعني استراحة كده ونرجع برضو الشغل لنا الاساس. قلتي لي نفسي اتعين في الجامعة. حلمك ومنيت حياتك. اه قلت لي برضو حلم حياتي اللي انا دارس للطلاب. طبعا. احنا طبعا يعني المجتمع دي في طبعا يعني مجتمع اه محترم وكويس جدا بس طبعا يعني بالنسبة للعلم الاكاديمي مش هتلاقي فرصة ان انت توصل مسلا اه الحاجات اللي انت درستها وتعلمتها الا مسلا لفئة مسلا اكاديمية برضو. لان الناس مسلا في المجتمعات الريفية عايزة حكاوي. عايزة مسلا دردشة. عايزة قصص. عايزة حاجات زي كده. لكن مسلا كعلم ومسلا ان انت طالع من تحت ايدك مسلا علماء او اسادزة او ناس مفكرين او ناس تربويين يضيروا شكل البلد ويتقدموا ويزدهروا بالبلد. مش يكون الله في المؤسسات الاكاديمية اللي هي الجامعات مسلا زي كده. ان انت طبعا هي دي الحاجة اللي انت تطلع ناس تغير الوجه الحضاري لمجتمعك ولبلدك وتزدهر تزدهر بيها وتتفقدم بيها وهكذا يعني. انت عاوز استخدم بلدك عن طريق الحاجة انت بتحبها ولان انت مشتهد فيها. اه طبعا يعني بتمنى ان انا مسلا انا شايف مسلا يعني كظاهرة مسلا احنا بنواجهها في الايمة ويقولها مسلا تعصد او التطرف او الكلام دو. فلما تكون انت مع مجتمع مسلا علمي الشباب اللي هيكون في الجامعة دولها يطلب عن كده اللي هيكون مسلا محامي اللي هيكون مسلا مدرس اللي هيكون مسلا مهندس اللي هيكون كذا كذا. لما انت تعلموا ان دين ازاي تعلمه مثلا التعامل ازاي ندين المعاملة تعلمه الامانة تعلمه الضمير تعلمه مثلا التعاون تعلمه مثلا خوف على الاخرين كل ده ايبدأ يفيدهم طلع شخص بيكون نافع لأهله نافع لوطنه مش قطر على أهله وقطر على وطنه في نهاية بنشكركم وتمعلككم التوفيق انت قصة جميلة جدا قصة بمعنى الحب يصل على المستحيين شكرا لك وشرحتونا والله وربنا يبارك فيك وبزيك الخير ان شاء الله واسعدتونا النهار دون في نهاية القناة عزا مشاهدي ومتابعي موقع جيد اهلا مرسو نشيركم شكرا لك شكرا لك في حصل الاستماع